السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بوهرات النهاردة ان شاء الله هنعمل بسكوت النشادر هنعمله بطريقة سهلة وسريعة يلا تشجعي ولو لسه ما عملتش البسكوت بتاع العيد قومي ويعمليه لولادك ان شاء الله مش هيخد منك وقت خالص والمقادير مزبوطة والطريقة مزبوطة ان شاء الله والبسكوت ناعم وهش زي ما انت شايفه في الفيديو كده ان شاء الله تعالوا بقى نشوف المكونات معانا والطريقة معايا خمس بيضات متوسطة البيض كان صغير شوية فاستخدمت خمس بيضات لو البيض عندك كبير هستخدمي اربعة كفاية ومعلاقة صغيرة من الفانيل ومعايا ميت مل حليب دافي وتمانية جرام من خميرة النشادر هنحط البيض على جنب واللبن والخميرة النشادر على جنب هنستخدمها بعدين وبنخل الدقيق معايا كيلو دقيق وخمسة وعشرين جرام نشا وعشر جرام من البيكنج بودر بنخل الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والنشا بيخلي البسكوت بتاعك ناعم وجميل وده نوع الدقيق اللي أنا بستخدمه حاول تستخدمي دقيق يكون خاص بالكحك والبسكوت ومعايا خمسمة جرام زبدة بردة ومثمية وخمسين جرام سكر بودر ورشة ملح الزبدة بتكون مطلعها من التلاجة وحاول تقطع الزبدة بتاعتك مقعبات صغيرة عشان تبقى سهلة معاك وانت بتضربها في العجية حطت الزبدة اتضربت لمدة دقيقة كده لحد ما فكت شوية وبعدين حطت السكر البودر ورشة صغيرة من الملح وبضرب الزبدة لحد ما تبقى معايا كريمي ولونها أبيض وحاول تقشط الجوانب كده مرة أو مرتين وانت بتضربها عشان تتأكدي ان كل حاجة اختلطت مع بعضها ضربت الزبدة لحد ما لونها بقى اتغير وبقى لونها أبيض وفاتح بالشكل ده وبقت زي الكريمة بالشكل ده وحاولي تخلي المكان اللي انت بتشتغل فيه بارد آآ ما يكونش المطبخ بتاعك سخنة عشان الزبدة وهي بتتضرب ما تفكش منك لاحظوا انا حطة فوطة حوالين العجان وانا بدرب الفوطة دي انا كنت بلاها وعصرها وحطها في الفرزر لمدة عشر دقايق بتخلي الخليط بتاعك يفضل بارد وانت بتضربه ولما بنوصل للقوامل الكريمي بتاع الزبدة ولونها بيفتحها كده بنزل بالبيض واحدة بواحدة يعني ما تنزليش بالبيضة التانية غير لما البيضة الاولانية الزبدة تتشربها وخليه ودي الخطوة دي حقها ووقتها علشان الزبدة ما تفصلش منك وبعد ما نحط البيض كله طبعا كنا مقلبين الفانيليا على البيض بتدفي الحليب بتاعك يبقى زي دمعة الليين يعني ما تسخنهوش قوي وبعدين بنحط عليه خاملة النشادر لو تلاحظوا في الفيديو الحليب بيفور وقوامه بيتقل من النشادر زي ما انت شايفه بالشكل ده وبنزل على الزبدة والمضرب شغال خيط رفيع جدا بالنشادر برضو علشان الزبدة بتاعتك ما تفصلش منك وتفضل قوامها كريمي بالشكل ده وبعد ما حطت النشادر بسيبها تتضرب شوية لو تلاحظوا الزبدة زي ما هي قوامها ما شاء الله زي ما هو كريمي ما فصلتش ولا حاجة علشان اتبعنا الخطوات حطنا البيض واحدة واحدة والنشادر واحدة بعد كده بنزل بالديق مرة واحدة اللي احنا مقلبين عليه النشا والبيكنج بودر وفي الخطوة دي ما بتعجنش خالص يدوب لفتين كده بالعجان زي ما انت شايفه وتكملي تقليب العجان بتاعتك بأيديك او بمعلاقة زي ما انت شايفه في الفيديو كده علشان تتأكد ان كل حاجة اختلطت يعني حاول ما تعجنش كتير بالعجان وبتكون مجهزة الصواني او الصاجات اللي انت هتخبزي فيها جنبك والامة بتاع البسكوت انا استخدمت امة كبير شوية عشان عايزة البسكوت هتكون عريضة شوية وبتقطعي مباشرة بعد ما بتتخلصي العجينة ما بتسبيهاش عشان ما تجمدش منك وتبقى متعبة وانت بتقطعيها بالكيس شايفين ما شاء الله العجينة بتنزل بسهولة ما شاء الله من الكيس لانها طرية وجميلة والمقادير مزبوطة ان شاء الله 100% بتقطعي الكمية كلها مرة واحدة في الصاجات عندك تكون مجهزة صاجين او ثلاثة وتقطعي العجينة مرة واحدة وبتدخليها بتدخلي بقى في الصاج بدخلي صاج بصاج في الفرن على الشبكة في النص على درجة حرارة تكون متوسطة لحد ما لبسكوت بتاعك يستوى ويبقى جميل بالشكل ده شايفين ما شاء الله اللونه جميل والنعشة زي ما هي وما فرش ولا سح ولا اي حاجة المقادير بتاعتنا مزبوطة والطريقة سهلة جدا وما هيخد منك نص زيعة تجهيز وتسوية ما شاء الله طعمه جميل هتعملي حاجة تفرح بها اولادك وكل سنة وانتوا طيبين وعد سعيد على الجميع يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة واسبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله